اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما تشهده العلاقات الثنائية التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية من تطور ونمو مستمر لافتن لاهمية استمرار الدفع بمسارات التعاون المشترك نحو افاق ارحب بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين نعم جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر رفع اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني سعادة السيد نيروتشي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة وذلك بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده لدى مملكة البحرين حيث رحب سموه بسعادة السفير متمنيا له التوفيق في اداء مهامه الدبلوماسية مشيرا إلى حرس مملكة البحرين على موصلة تعزيز التعاون وتنسيق المشترك على مختلف الأصعد بما يحقق الأهداف المنشودة من جانبه أعرب سعادة السفير عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العاد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من اهتمام لتعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والنمع مملكة البحرين